موسيقى السلام عليكم في الجزء الثاني ليمسال في الجزء الاول اخليكم اسفل الفيديو هذا الجزء سنتكلم على التخصوصات المتاحة الحاصية على شهادة البكالورية ولما نطلع عليكم نبدأ اولا لكي نربع ديال المسالك اساسيا سنتكلم على كل مسلك والشعب نبدأ بالمسلك الاول اللي كثير من الناس يختاره هو العلاجات المريضية هذا المسلك يطلب اولا انك تكون اما علوم جريبية او رياضية وكتعتمت خاصة على مادة علوم حياة الارض دابع الشعب التي يتيحها لك هذا المسلك هي ممرض متعدد تخصوصات وممرض في التخدير والانعاش او في الصحة النفسية او في العلاجات الاستعجارية والعناية المركزة او في صحة الأسار والصحة الجماعاتية او ممرض في علاجات المواليد المسلك الثاني تقنيات الصحة تطلب شعبات العلوم الجريبية والعلوم الرياضية وايضا في بعض الاحيان الشعبات التكنولوجية الشعب اللي كتتفرع من هذا المسلك هي مختبر يعني تكون مشرف على التجارب وصناعة الادوية الأشعة الحمية والتغذية محضرة الصيدرية الصحة والبيئة وكذا صيانة المعيدات البيوت في هذه الشعبات تطلب خاصة تناميذ من شعبات العلوم التكنولوجية انتقلوا لمسلك الثالث ترويض وإعادة التأهيل في هاته المسلك يمكن حتى لشعبات الأهداء اختيارها ولكن لاكفي كل شعب لذلك سأتحدث عن كل شعباتhouette ونوضحها في هاته المسلك يمكن مقويم باصر لاذ الشعبات ان تطلب فقط شعبات العلوم الجريبية والرياضية الصحح النطق تتيح الحتى للأهداء الوالوج إليها الطبي التي يمكن تطلب فقط علم الجريبية ورياضية أخيرا المسلك الأخير مساعد في المجال الطبي الاجتماعي قد تظن شعبة واحدة وهي مساعد اجتماعي تتيح للعلوم الجريبية والآداب العصرية وصلنا لنهاية الفيديو لا تنسوا ستبارتاجي باش تعمل فائدة وتشتركوا في القناة نطلقوا في الجزء الثالث والسلام عليكم اشتركوا في القناة